تعتبر تبوليف تون اينتي فايف او كما تعرف بين حلف الناتو بالبير التي تعود الى حقبة الحرب الباردة احد اقدم تصميمات طائرة في خدمة النشطة مع القوات الجوية الروسية حيث تعتبر القاذفة الاستراتيجية الوحيدة التي تستخدم محركات توربينية ميروحية ولا تزال في كامل قدرتها التشغيلية في العصر الحالية فعلى رغم من قدمها خضط طائرة تبوليف تون اينتي فايف العديد من المعارك ولا يظهر عليها اي علامات تشير الى امكانية احالتها لتقاعد من الخدمة في المستقبل القريب بل في الواقع استمر سلاح الجو الروسي في طرح عمليات تحديثات من شأنها ان تبقي الطائرة محلقة في سماء بقدرة اضافية تتجاوز دورها الاصلية لاسقاط القنابل غير الموجهة وان بالفعل تداولت مصادر عسكرية روسية مؤخرا ترقية خضعت لها الطائرة تبوليف تون اينتي فايف حيث ان القذفة الاستراتيجية الحملت للصواريخ من الاصدارات التو ناينتي فايف ام اس اما قادرة الآن على حمل ثمانية صواريخ بدلا من اربعة فقط علاوة على ذلك تلقت الطائرة انظمة جديدة لتحكم في الطيران والملاحة والاتصالات وخلال اخر عملية تحديث خضعت لها زودت طائرة تون اينتي فايف ام اس ام باسلحات جديدة وانظمة جديدة للتحكم في الطائرة ومجموعة اتصالات محسنة على متن الطائرة ومعدات تسجيل البيانات بالاضافة لذلك جهز هذا الاصدار برادار جديد من طراز نوفيلا ان في وان بوين بوينت زيرو تون ونظام عرض المعلومات اس او اي او توني ون ونظام الدفاع الجوي ميتيور ان امتو ومحركات محسنة من طراز كوزينسوف ان كي تولف ام بي ام ويرى الخبروان ترقيات الانظمة هذه ستمكن قاذفة الاستراتيجية من تعزيز كفاءة عملها القتالية وقد تنبأ الخبراء في السابق باحتمالية تحديث الطائرة لزيادة حمولة سلاحها الى الضعف واطالة عمر خدمتها بشكل كبير ومؤخرا تنقلت المصادر العسكرية بدأ اختبارات الطيران للنموذج الاولي للقادفة التي تمت ترقيتها بشكل كبير وقد نفذ الاسطار تونينتي فايف ام اس ام رحلته الجوية الاولى في مطار مصنع بيريف للطائرات في تاغان روك وقد قادت طائرة المحسنة طاقم تشغلي تحت قيادة طيار الاختبار اندري فوروباييف من قاعدة جوكوفسكايا لاختبار الطيران وهي شركة تابعة لشركة تيبوليف الطائرات وبحسب وسائل الام الرسمية انطلقت الرحلة في الوضع الطبيعي على ارتفاع تسعة الاف متر واستغرقت ساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة وقد قامت الانظمة والمعدات بالاداء كما هو متوقع وتم اجراء الرحلة التجريبية باكملها دون حدوث اي عوائق وقد دخلت الطائرة الاصلية تونينتي فايف المجهزة باربعة محركات توربينية الخدمة لاول مرة مع القوات الجوية السوفيتية في عام الف وتسعمائة وست وخمسين ويتوقع الخباراء الروس ان تظل في الخدمة مع القوات الجوية الروسية حتى عام الفين واربعين على الاقل وعلى رغم من عمر الطائرة فانها لا تزال في الخدمة لان القليل من الطائرات الروسية يمكنها تغطية مثل هذه المسافات الكبيرة ولفترات طويلة من الزمن اثناء حمل الحمولة الكبيرة في وقت سابق من عام الفين وعشرين تناقلت المصادر العسكرية ان الاصدار تونينتي فايف ام اس اما الذي تم الترقيته قد شارك في اول طلعة جوية قتالية لمنصة الطائرات في سوريا حيث تم استخدامه في مهمة قصف معاقل الجماعات المناهضة للنظام وربما كانت هذه الطائرة من اولى الطرز التي تم الترقيتها والتي تسلمتها القوات الجوية الروسية وقد تمت مرافقتها من قبل القاذفة القديمة تونينتي فايف ام اس بالاضافة الى طائرات فلانكر سيخو ثيرتي فايف المقاتلة المواصفات العامة لتوبوليف تونينتي فايف بلد المنشى الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا دور الطائرة قاذفة استراتيجية ثقيلة الشركة المصنعة توبوليف الرحلة الجوية الاولى في الثاني عشر من نوفمبر من عام 1952 تاريخ الاعتماد في الخدمة عام 1956 المشاغل الاساسي القوات الجوية الروسية تاريخ الانتاج من عام 1952 عام 1999 عدد الطائرات المنتجة يزيد عن 500 عدد افرات الطاقم ستة الى سبع افرات طيار مساعد طيارة مهندس طيران مشاغل نظم اتصالات ملاح مدفعي بالاضافة الى ملاح اخر في بعض الاحيانة الطول ستة واربعون فاصل اثنين متر اتصاع الجناح خمسون فاصل واحد متر الارتفاع اثني عشر فاصل اثني عشر متر الوزن الفارغ تسعون الف كيلوغرام الوزن الاجمالي مائة وواحد وسبعون الف كيلوغرام اقصى وزن الطائرة عند الاقلاع مائة وثمانون وثمانون الف كيلوغرام المحرك اربع محركات تربينية من طراز كوزينت سوفان كي توالف بقوات خمسة عشر الف حصان للمحرك الوحل مراوح ذات سرعة ثابتة ذات ثمان شفرات تعمل بالدوران الكامل السرعة القصوى ثمانمائة وثلاثين كيلو متر في الساعة السرعة المعيارية خمسمائة وخمسين كيلو متر في الساعة المدى خمسة عشر الف كيلو متر سقف الخدمة ثلاثة عشر الف وسبعمائة وستة عشر متر معدل الصعود عشر متر في الثانية التسليح مدفع ألي أو اثنين من طراز اي ام 23 من عيار ثلاثين وعشرين ميلي متر إضافة إلى موزنه خمسة عشر الف كيلوغرام من صواريخ كروز مثبتة على نقاط التعليق من طراز كي اتش 20 كي اتش 22 وكي اتش 55 100 1 100 2 المطراز كي اتش 100 1 100 2 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر